مالك يوم الدين هذه الكلمة التي من أجلها رُفِعت السماوات السبع وبُسطة الأراضون السبع وحُقت الحاقة وقُرِعت القارعة هذه الكلمة هي توحيد الله ولها فضائلها ولها معناها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أوجب الواجبات على المُكلَّفين أجمعين أن يعرفوا معناها وشُروطها حتى يقوموا بها ليكونوا من الناجين لذا تكاثلت الأدلة الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان هذه الكلمة وفضلها روى الإمام مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقِّنوا موتاكم لا إله إلا الله وروا البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أُمِرْتُ أن أُقَاتِلَ النَّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وروا البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بُنِّيَ الإسلام على خمسٍ شهادة أن لا إله إلا الله وأثبت عند الترمذي عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة واعلموا عباد الله إنه ليس كل من تلفَّظ بهذه الكلمة فقد فاز بها فإن لها معنًا وشروطًا كما تقدَّمت الإشارة إليه ومعناها لا معبود بحقٍ إلا الله فلا دبحة ولا نذرة ولا دعاء ولا استغاثة ولا طلب المدد ولا شيءٌ من العبادات إلا لله الذي لا إله إلاه إياك نعبد وإياك نستعين وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ذكر البخاري عن وهب منبَّه أنه قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن لكل مفتاحٍ أسنان فإن أتيت بأسنانه وإلا لم يفتح لك إذن يجب أن نعرف أركانها يجب أن نعرف معناها يجب أن نعرف شروطها أما معناها لا معبود بحقٍ إلا الله وأما أركانها فركنان نفيٌ وإثبات لا إله نفي إلا الله إثبات كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت هذا نفي ويؤمن بالله هذا إثبات فقد استمسك بالعروة الوثقى أما شروطها فإن من شروطها العلم بها واليقين والمحبة إلى غير ذلك روى الإمام المسلم عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة مفهوم المخالفة من مات وهو لا يعلم أن لا إله إلا الله لم يدخل الجنة وروا الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة فإذا من لم يكن عنده يقين فلا يبشر بالجنة وروا البخاري ومسلم من حديث اعتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أيها المؤمنون إن كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب يقرون بأن الله هو الخالق يقرون بأن الله هو الرازق يقرون بأن الله هو المدبر قال سبحانه وَلَإِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَقَالَ سُبْعَانَهُ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُونُونَ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ إذن الإقرار بأن الله خالق ورازق ومدبر ومحي ومميت ليس كافية للنجاة وهذا يسميه العلماء باختصار الإقرار بتوحيد الربوبية ليس كافية للنجاة إذا عرفت هذا عرفت أن معناها يعود إلى أمر لا يقرون به وهو إفراد الله بالعبادة لذا قال كفار قريش كأبي جهل وأبي لهب أجعل الآلهة إلهاً واحدة إن هذا لشيء عجاب ومما يتحسر منه الموحدون ويبكون منه دماً أن كثيراً من المسلمين اليوم إذا سؤلوا عن معنى لا إله إلا الله قالوا لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله إلى غير ذلك من المعاني كلا وأيم الله فإنه لو كان هذا معناها لا قر بها كفار قريش وإنما معناها يرجع إلى أمر أشرك فيه وهو إفراد الله بالعبادة فإذا معناها لا معبود بحق إلا الله أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيني وإياكم على لا إله إلا الله اللهم احينا على التوحيد والسنة وأمتنا على ذلك واجعلنا نلقاك راضياً عنا وجزاكم الله خيراً